أهلاً وسهلاً بكم في هذا الصباح الذي لم نكن نتمنى أن يكون صباح تأبين للعزيز فقيدنا الأستاذ الفريد سمعان قبل أن نبدأ نقف دقيقة صمت وحداد على روح فقيدنا أستاذ الفريد سمعان كذلك لا بد من أن نحيي الزملاء القائمين على أصباحات وفعاليات بيت المدى لهذه العودة الميمونة بعد أن فعلت كورونا ما فعلت في العالم الفريد سمعان وعذراً إذا كنت أقول وهكذا لا رد أن نقول للفقيد أو المرحوم فهو حاضر بيننا أينما يكون الآن كان أبا شروق نبض من كل عنفوان وشموخ والنضال وإيثار ومثل ما وصفته الأستاذة لطفية دليمي الثوري الحالم أو الرومانسي الحالم كان يحلم بالوطن الذي يريده كان يحلم بالناس كان يحلم بالمشد الثقافي كان يحلم أن يلر اتحاد مثل ما تأسس في بداياته على يد نخبة من رجالات الثقافة العراقية في الخمسينيات من القرن الماضي كان يحلم أن يكون للفقراء نصيف هذا الوطن وهذا البلد بعد تغيير وسقوط النظام كان يحلم بكل ما كنا نحلم به لكن حلمه كان أكبر وكان أوسع كان يريد أشياء كثيرة ربما تحقق بعضها لديه والبعض الآخر لم يتحقق الحديث عنه طويل وله عدة جوانب لكن لا يمكن أن نختصر تاريخ نضالي ثقافي أدبي بساعة أو أكثر المداخلات حثمان ستكون عديدة وكثيرة لكن ستكون بداية مع الدكتور جمال العتابي الذي نتمنى أن يحدثنا عن الفريسة معان مناضلا وسياسيا ومثقفا كي نبتعد عن ذكر المواقف والمناقب فمثل هكذا مواقف ومناقب كثيرة لا تعد ولا تحصى للفقيد وحتما الدكتور جمال العتابي غني عن التعريف لا يحتاج أن نعرف به فهو المعرف شكرا 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 سألتم صباحا أيها الأصدقاء العزاء بعد انقطاع طويل أيضا عن هذا المكان تعود مؤسسة المدى بهذا الاحتفاء لا أقول رثاء أو تأبينا لأبي شروق علاقتي بالفريد سمعان بدأت منذ نهاية الستينات القرن الماضي كصلة أو تواصل يومي تقريبا المعنى أنه اسم ثقافي ورمز وطني كبير لكننا كنا معا في مجال عمل واحد مشترك وتعلمت في هذا المجال دروسا كثيرة سواء كانت في المهنة أو في المعاني الإنسانية والوطنية البداية كانت في مجلة الاقتصاد الاقتصاد كانت مجلة تصدرها وزارة الاقتصاد العراقية في ساحة الخلاني والفريد سمعان كان مدير كان مديرا للعلاقات الثقافية والعلاقات العامة في الوزارة وكان مسؤولا عن هذه المجلة يعدها ويحررها وكنت معه ساعده في المجال الفني ومعنا أيضا الصديق والزميل حسام الصفار وهكذا بدأت الرحلة ثم انتقلت إلى مجال أوسع وأرحب وهو في بناية مطلة على ساحة التحرير تمثل مجلة الثقافة الجديدة وفي هذه المجلة كنت معه لوحدنا نعد ونهيئ طبعا مجلة الثقافة الجديدة شهريا بشكل ثابت ومتواصل بعد أن سمحت سلطة الانقلاب بعد 68 بإصدار هذا المجلة أو عودتها عودتها للصدور مرة أخرى بعد فترة 58 وهكذا استمرت هذا العلاقة والبناية كانت يعني لم تمثل مقرا لمجلة الثقافة الجديدة إنما تحولت إلى بناية تجمع المثقفين والأدباء وشهدت المحاولات أو المساعي الأولى لتشكيل اتحاد الأدباء بعد 1968 وكان لفريد سمعان دور كبير ومهم في تشكيل الاتحاد بعد 1968 و 68 ثم أصبح أو بعد صدور جريدة طريق الشعب كان الفريد سمعان أيضا أحد كتابها أو أحد محرريها الأساسيين والمهمين لأنه مهمة تحرير مجلة الثقافة الجديدة انتقلت إلى أيضا الكاتب المعروف الصحفي المشهور الشمران الياسري أبو قاطع وهكذا لم تنقطع الصلة بالفريد حتى بعد أن انتهت العلاقات مع حزب السلطة بعد 1979 إلا أن الفريد اختار مساره الخاص حينما غادر البعض اختار الغربة وهرب البعض ظل وفيا لنفسه وبقي في العراق الداخل وواجه كثير من المتاعب والمصاعب في هذا المجال باعتباره اسما مهما أدبيا كيف له التوفيق بين أن يكون في هذا الموقف وبين أن يكون مع اتجاه السلطة أن ذاك التي استقطبت العشرات أو المئات من الأسماء والكتاب في تلك الفترة كان اختيارا صعبا بالنسبة للفريد لكنه واجه هذا الأمر بشجاعة وبصلابة وباختيار حاسم انتهى هذا الموضوع توارى عن الأنظار للفريد لا أقول اختفى إنما ابتعد عن هذا الوسط الذي انشغل بالمديح منذ خاصة بعد التسعة وسبعين أو بعد الثمانين والتجربة معروفة لديكم أصدقائي الأعزاء أذكر في هذا المجال أذكر في أحد المرات طبعا شغل راح نصرف إلى المحامات هو الفريد كان معه أحد النقاط في الثمانينات سمح له أن يرافقه في يعني في الوصول إلى مكان ما هذا الناقد يعني المعروف عن ذاك كان اسما مهما الله يرحمه فعرض على الفريد أن العودة إلى هذا الوسط والكتابة كان إلى جانبه وهو يقود سيارته وحينما تجرأ هذا الناقد الله يرحمه على تقديم هذا العرض المغري للفريد أوقف الفريد سيارته على جانب هذا أنا أشاهد على هذا الحادث قال تفضل نزل تفضل لا أنا يؤسفني أقول أنه أنا صعدتك وياي للأسف تفضل هذه واحد من الأشياء البسيطة الصغيرة التي كان بها الفريد أشد الفترات التي يواجهها صعوبة حقيقة الفريد رغم أنه دخل بالسجن وذهب بالنقرة وكذا كذا تاريخه هذا معروف هي سنوات تسعينات سنوات الحصار وأقول أيضا مع هذا كان الفريد إنسانا نبيلا وكريما كان يعني يكلفني كنا نلتقي في مكتب في مكتبه بالمحامات في ساحة المصرح الوطني أن يقدم إعانات لكثير من الأسماء والشخصيات العمالية والوطنية المعروفة وكنت أنقل هذا لهذه الشخصيات لا أريد أن أذكرها معروفة في ذلك الوقت وكان يحمل إلينا الأخ الصديق كاظم غيلان والصديق أبو ذر عقل الخزاعي ما يخبونه في حقائبهم من كتب مستنسخة في ذلك الوقت وكان هذا فيها صعوبة كبيرة كما تعلمون وكان يتلقفها الفريد ويقرأها ومن ثم أيضا يوزعها على أصدقائه على أصدقائه الحادث الذي هذا كان أصعب الفترات أو أصعب حالات التي واجهها الفريد سمعان حادث مقتل أم شروق أم شروق لم يكن الحادث أصلا لكن من هو القاتل القاتل صديق صديق لابنه يطعمه أم شروق ويأكل في البيت ويدخل صديق نجله في يوم ما تسلل هذا المجرم ودخل إلى البيت حينما كان الفريد يعني كانت أم شروق لوحدها لا أريد أن أستعيد هذا الحادث حقيقة كان وقع مر وصعب جدا على الفريد هذا الرجل القوي المتماسك الثابت الثابت فعلا كان هذا الحادث يعني كترك أثرا كبيرا على ممكن أقرر نص صغير ممكن مكون يعني كتبت نصا عن أبي شروق يعني اسمحوا لي ومنشور النص لكن يعني يعني عفوا قلت أبا شروق منذ ديوانك الشعري الأول في طريق الحياة الصادر عام 1952 وقبله بسنوات كنت قد حسمت نهجك ومسارك في الحياة ومنذ بدأت تتهجى الحروف كانت ترتسم على شفتيك بسملة الوطن والشعب والحرية والخبز كنت قد اهتديت إلى الحزب جنتك في الأرض تنتشي فيها روحك على الرغم من آلام السجون وقيود المعاصم لم يذلك الحديد يوما ما ولا فتر ولا فتر ولا فتر عزم شبابك أبيت أن تظل إلا شامخا حتى وأنت تفقد رفيقة دربك أم شروق في حادث قتل ذنيع لم تتعب لم تتعب خطاك يا صديقي في متاهات السنين كنت تطوف بأجنحة بيضاء لا يعرفها إلا الشعراء المنطلقون المنطلقون من المنبع الناجون من قطار الموت وسكاكين شباط الذاهبون إلى نقرة السلمان المنحدرون إلى حيث يصب المجرى كنتم هبات الزمان وكنتم سبايا البشر وكانت عيون الذئاب تصوب نحو العيون كنا نحن الصغار نتعلم من حكمتك الأزلية فيما تبنيه وتعطي في أروقة الثقافة الجديدة وطريق الشعب كنت ترى ما ليس نراه ووهبت للحب الأعظم أنبل عاطفة إنسانية هكذا اجتزت المسافات وطوفت بعيدا وحين تسلل إليك ضيع الحلم اشتقت لتلقى مدنا أخرى وتطوي أخرى تظل قصائدك وحلمك الأخضر والذكرى وما يعتلج الآن بنا أيها الموغل بين فؤادي وظلوع يا لقلبي كلما أغمض جرح أيقظه ألف حزن في العراق كيف أرثيك يا إبا شروق بما تنزفه الكلمات لم أعلم أن الموت على بعد خطوات منك وأنه يتأهب ليخطفك مننا ها أنا أتعثر بخطاي نحو عروق النخل وأنسجة الورد أخط اسمك عليها سأرسم وجهك على دفقة ماء أو على دكة يقف عندها جواهري في مبنى اتحاد الأدباء سأكتب اسمك على أشجار السروي في حديقة حزبك مؤكد أنها لن تنحن لن تنحني للريح يا أبها النجوم شكراً لإستماعكم شكراً عذراً أخذت الوقت كثيراً شكراً للدكتور جمال عتابي وليس هناك ما يستحق العذر فلي أبو شروق كل الوقت وهذا لا يعني أن تكون جلسة مفتوحة لأن هناك أيضاً انتزامات أخرى في تسعينيات القرن الماضي التي أشار إليها دكتور جمال عتابي ومكتب المحاماة الذي كان لأستاذ الإفرياء السمعان كنت آتي مع معلمي في الابتدائية والذي كان صديق ورفيق وزميل الفقيد في نقرة السلمان كان يحدثنا عن تلك الفترة كنا نعرف الإفرياء السمعان ونحن في الابتدائية وفي الجلسات الخاصة التي كنا نسمع بها عن مآثر هذا الرجل كان مكتب المحاماة فسحة لطرح الآراء ومناقشة ما كان سيحدث لكن لم نكن نعرف ما الذي سيحدث سيكون بهذا الحال الآن المداخلة لدكتور جميل أنطوان فليتفضل مشكوراً أو بقاتب لي جميل هو سعد رفعت عفواً باسم باسم جميل أنطوان لكن سعد رفعت كل شيء ممكن يصدر شكراً أيضاً نعيد ونكرر الدكتور باسم جميل أنطوان الخبير الاقتصادي المعروف الذي يقف دائماً مع الطبقات الفقيرة شكراً جزيلاً وليست لدي ليس لدي ما أقوله أمام هذه ولا العمالقة في الأدب والكتاب والشهر أن تربطني معي نسابه الحقيقة من عمتي زوج شروق نريد أن نتحدث عن هذا الجانب بعض الجانب العائلي نعم وأذكر قد ما رحنا نخطب شروق قد ما رآنا يعني قال أنا مؤفق دون أن يسأل زوجها صباح الحقيقة أكو تلاقح الأفكار من الأربعينات والخمسينات مع العائلة يعني يعرف العائلة بالنسبة لنا وعندني جلسات معها كان الحقيقة آخر مكالمة تلفونية مع عائلته بعد الوفاة أنه أبا شروق هو ليس أبا لعائلته فقط فالدفنة مالتها نتمنى أن تكون في الأرض العراقية يشرف الأرض العراقية وليس في أمان وكان يكون مشكلة عائلية يبدو صعوبة المجيء وزيارته لاحقا ما استطعت أن أقنعهم أنه هو أبونا كلنا وليس أبوكم فقط وأصروا أنه لأنه حقهم كان تحدثوا لي عن القضية كنت ألتقي مرات نروح إلى نادي الألوية مع المرحوم أيضا الشهيد شاكر اللامي نعم ونتحدث عن قصص سوية كنا في قصر النهاية في عام 69 ومعاناة الكبيرة بالتحقيقات يمتاز بالإصرار والعزيمة والمبدئية لا يقبل أن يهادن على أي موضوع معين عنده مبدأ وهي صفة ملازمة إلى في حياة الحقيقة لا يقبل الحلول الوسطية وربما آخر لقاء كان أدما أصار تنافس أو لاختيار أمين عام ورئيس الاتحاد الأدباء يعني كان وصل مرحلة من الأمر هو أنه عائل تتريد تسافر وهو مع بنت شروق وما يريد وهؤلاء لا يمكن أن يتركوه جدهم الفرصة لن تعاد فأقنعت أنا يعني أو كنت أحد المؤثرين عليه أنه أبي شروق أنت قدمت واستمرت بالصعود وقدمت ما فيه الكفاية ألا تترك المجال للشباب ليأخذوا أدوارهم بالعملية والإنسان من يصل قمة والصعود ما من المعقولة يبدأ ينزل يعني العطاء كلنا نعرف أنه مع الأمر الإنسان قابل إيته يعني تبدي العطاء ماله والإداء يعني ما بمستوى الشباب والنضوج الكامل والله اقتنع الحقيقة الرجل وصار سببه راح للأردن يعني وروحت للأردن ما كان عن قناعة لأنه أن يعيش وحده داخل البيت كان كل الصعب يراد رجل كبير على يعني سبعة وثمانين سنة كان ذلك الفترة فاقتنع بالسفر وراح معهم يعني وصار ما صار بالنسبة له يعني الحمد لله أنه وصل أمر لأباس بـ 92 وبقى اسمه وعطاءه غير ملوث يعني كما تحدث دكتور جماعة العتابين لن يساوم ولن يهادن ومر بظرف عصيب يعني يوم وفاة زوجته جاكلين يوم مقتلها من صديق شخص مفتوح الباب إلى البيت شارك ويا ابنة وعلى مبلغ استغل الوضعية ودخل البيت وهي تقدم القهوة والشكلية على ما تفتد شعر المزهرية وضرمها أصعب فترة كانت بالنسبة له ربما يوصفها مستوى التحقيق مع نقرة السلمان ومع السجن مع الرفيق الخالد فهد أنه هو يصير المحامي مع زوجته تستغل الضغوط عليه من شتى الجهاد لأن يتنازل وكانت كل شي عصيبة الحقيقة وبقى هو مساوم تعرفون الضغوط والمحكمة والمتنفذين وصدر الحكم يعني خمسطاع السنة الذكرة بالمناسبة بالجريدة كاتبين الحادث سنة ستة وستين لا مش ستة وستين بل ستة وتسعين ستة وتسعين السنة مرت النزول نعم بالضرب فكانت مؤلمة الحقيقة بالنسبة لها استطاع يعني عودة صلبة يقاوم يستقر وبناتت وياه يعني في تلك الفترة وما لي أكثر من هذا يعني يعني أن أبكيه لا يأفي والكل يعني نذكره بخير ما أزعج أي شخص في حياة الحقيقة وقدم ما قدمه يعني شكرا جزيلا شكرا جزيلا لدكتور باسم مؤثر الأستاذة الفريد سمعان كثيرة ومواقفه النبيلة أكثر والقوة التي كان يتمتع بها والعزيمة متأتية من تاريخ ناصع من تاريخ مشرف فلهذا لم يكن هناك أي لوثة أو نافذة ممكن أن يدخل لها أي شخص ويجعل من الفريد سمعان كما بقية المثقفين العراقيين في أيام السلطة البعثية بقي الأستاذ الفريد محافظا على كل ما يمكن أن يكون له بالتاريخ المشرف المداخلة الآن لدكتور عقيل مهدي فليتفضل عضو المكتب المجلس المركزي الاتحاد ودباوة الكتاب في العراق والذي عاصره لأكثر من دوره نتمنى أن يكون الحديث عن الفريد سمعان النقابي وكيف كان يعمل في الاتحاد شكرا جزيلا أستاذ العزيز على هذا التقديم وشكرا أيضا أستاذ جمال وأستاذ باسم على إلقاء الضوء على التجربة المهمة لأستاذنا العزيز الفريد بصراحة يعني أخذت عدنان منشد إلى مكان كنا جالسين به قال لي راح أعرفك على هذه الحشي بزمن قبل التغيير يعني فصعدنا للمكتب المحامى اللي هو كان باستاذ المرحوم فكان فاتح على المنضدة قال هذا الكتاب على النبي محمد وقال أني الآن منشغل بزوجات الرسول يعني ظاهر الكتاب هذا اللي كان يقرأ به وبدأنا نتحدث فقد درسة عمقت العلاقة أكثر وأكثر إلى أن مرة طرح علي مسرحيتها اللي هي ديمونة أو ليمونة عفوا هذه المسرحية حاولت أن أقدمها بأسلوب لأن يراد إنتاج وراد ممثلين فأنا شفت في بره في بلغاريا من كنتدرويس أكو أسلوب يسمون ريتسيتار يعني يجيبون الناس ويحولون إلى إلقاء ولكن يقرؤ يعني يقرأ وبيديكور وبعض المؤثرات البسيطة وحوالتاني مثلا أكثر من العمل قدمته يعني بهذا الاتجاه فقدمته للنص وإذا على غفلة أربك الوضع قالوا إحنا عبانا لفريد فرج طلع لفريد سمعان تعال شون أقدمهم يا بيم عودين ويا يا شان أحمد المظفر يعني والأخت ميسون أيضا كانت مذيعة وتقدم برامج وواحد أيضا للأسف كان هو يعزف علي المصري ومززوج وحده من الكوت وللأسف هذا غدره أيضا مثل الغدر ابن وبطريقة بشعة هو عازف من أجمل ما يمكن وأنا كنت بليبيا وصلوا لهذه المأساة مثل ما وصلت لنا مأساة ابنه وزوجته لأن ابنه كان ذائز لي يمكن حسب ما قال لي مئة دولار ومسوية ثلاثة راح سوى الفاجعة السافلة مالته وهي ذات خدمة أخذوا هيش نذالة والآن أكوناس ذات عيش جو النذالة يعني إلى يومنا هذا يعني يعني يسعى لتدمير الضوء ويشوه حتى يصعد بشكل بليد يعني وعباله هي نهاية الناس يعني ويذهب لك حتى الله يذكره بالخير مفيد يعني من يطلحون اسم فيستغرب يعني وبما فيه مان المتحدث ناس يقولون يا أمو هذا ترى من فلان اتجاه آخرين يقولون لا ترى من فلان اتجاه ثالث ترى من فلان نسب وأنا كلها مثل الافريد النبي الشريف لأنه من الموصل إلى الرمادي إلى البصرة إلى العاصمة بغداد عنده محبة لكل الأطياف وكنا من عوائل يعني تشوف تختلط بيها الأنساب كلها والشرفاني بعائلتي بيها مثل هذه المسائل عمي كان باتجاه يساري كبير أبوي كان باتجاه قومي أحدهم يجيني من النجف يقول لي أبوي أما تعدد الـ 12 أمام وأنا أمام كلها التنوع حسيت إنه إنسانية الفريد سمعان هي جاوزة من كان بالبصرة بالرياضة اللي يسويها بالشعر اللي يسويه وإن شاء الله أيضا يتطلع مقالة مطولة إن شاء الله بالثقافة عن ذكرياتي خاصة بمسرحية ليمونة اللي هي عن ملكة شوري ولكن كان بيها واضح التناص مع طبيعة الحكم وإدانة بين أروقة السلطة اللي إلى اليوم الآن يتنامزون يعني ياه اللي يسقط الآخر وطبعا أكو عرضتها بالمتحف وإيجا معا يمكن أخوته أقار بليان بالعمر شوية مسنين يعني كبار بالضبط يعني كنا تاني وهو فرح فرح مو طبيعي لأنه العمل كان ناجح جدا وأحمد المظفر يعني تجلى بالإلقاء وكثير من الصحفيين يجوا وبذيك الفترة أكو بعض الشرفاء سهلوا الأمر يعني بصراحة وخلوه يطلع العمل لأنه هاني يعني نجنيت يعني يريدون يرضوه على الاعتباره وكذا ومن هالكلام اللي الآن راهج هنا شيوعي ومعارض أنا بكتها يعني بالاتحاد تعمقت العلاقة أكثر حتى قل لي آني أريدك بالتطلع راح أرشعك في جامعة أهلية تمثل الاتحاد بيها واللي هي اللي يرموك وأني طلعت فعلا تقاعد قالوا وإحنا عدنا ملابسات وشغلات مالية يعني هواية حقوق الاتحاد وكذا وفعلا أنا بناء على توسيته وما ترحت لهناك في حين كانوا طارحين علي مكان عمل أكثر خمس ملاني ونص ارتضيت بل ثلاثمائة دينار بهاي لهذا حتى لي يقول لك يا براح وعاف ولكن حتى هاي هم بها نوع من عدم الانصاف صار وطلعت منها لأنه كناسي يعني يريد هو يخلي رجله بالركاب ما باكا يعني للأسف هذا الرجول كنت أشاهده يقول لي يعني الدكتور تذري الجماعة بعضه سياسيين يريد يقعدك يومهم مو حبا بيك ولا حبا بالثقافة إنما حتى يقول للآخرين يعني كأنه يتاجر بيك يعني ايه الصور وتيمة وهذا ويقول هاني يعني والمسألة الأخرى كان ينتقد أخلص زملائه لمواقف مو يتناول شخصنا بالموضوع وإنما لعدم اعتماد يعني الاتحاد عليهم كما ينبغي أن يكونوا ويتحدث لي بالاسم يعني هل قد ما عنده ثقبية وناس أعرفهم وهو أصدقاء فكان يعني يتمنى وهو المخلص النبي للأسرة مالتة اللي فقد طمئنانا وأمانة حول الاتحاد بغرفة وأنا ذكرني لأنه والرجل عاش في زمن يعني أكو أيقونات عندهم ستالين لينين ذيك الفترة فحتى سكوت أحد العلماء يقول من أجيب عصفور يقول خليته يعني البلابل ربا وياهن يقول هذا العصفور حتى قام يغرد مثلهم يعني مثلهم صار فهو كان ستالين شي يقول قلوا له والله أنت بسويته عجزات شي يقولهم ستالين يقولهم لا القادم أكثر راح أسوي بالقادم وهذا اللي ذابي بسيبيريا ستالين ثلاث خيم الثلج ماكله أكل ست مرات سجنوه يعني واعتقله وأربع سنوات سجن وظل هناك بها البرد هذا الصحراء من الجليد كان الفريد عاش صحراء من الرمل بابو هايش اسمها نقرة السلمان نقرة السلمان الهائلة اللي هما حتى يشرد هما كانوا ذابي لستالين يقولون حتى يشرد يموت هو الرجل نفس العملية يشرد وين هم يموت هناك بسيبيريا يعني الجماد والثلج وأيضا مثل لينين يقال إنه مشلول فقدر يحكي قال له له قال لا القادم راح أسوي أكثر بعد أريد القادم أرد أسوي هذا الإلحاح يعني النقل مثل هذا البلبل المغرد كان أيضا الفريدي مغرد في الشعر ومغرد في مسرحيته ومغرد في مواقفه وسوى قانون في التحاد الهدفاء حتى يعني ليسي ما يخلي يدخل المنتدى مثلا لأنه بعضهم للأسفاء الأنانية والنرجسية وعلى أساس التمرد المبي طائل وأنا أشكره لأنه كان هذا الرجل النبيل يعني دائما أني يخليني مثلا أنا أقدم الدرع مال الاتحاد وأشرف أنه أنا نشرت صورة هو دينطيني الدرع أستاذ العزيز في ذاك الوقت أنا طبعا الحديث يطول عن هذا الرجل ومآثره ونبله ومواقفه وجماله أنه فعلا هذه نسميها الذاكرة الوطنية الشريفة بهذا العمر وبقى مصر على أن يكون النبيل والشريف وما يقدم إلا الموقف الأنبل وما شفته فاديوم حشالي على مسألة دينية يعني يقنن الآخر أو على مسألة طائفية أو حتى تحزوية إنما كان يذهب إلى إدراك أنه هناك تنوعات وهي مو بدينا نغيرها لكن بدينا نسلك بأسلوب اللي هو أسلوب النبيل كيفية تعامله نقل كل الضغاء السياسية إلى أن يقدم الشيء وليس بمركب نقص كما يجري الآن الآن مركبات النقص ما شاء الله مشاعة ويحاول أن يدمر أي مسألة ما يروح إلى الضمير أن يبني لا هو يروح أن يهدم وشكرا جزيلا على هذا الإثراء وهذه المداخلة الغنية ولا تهتم ولا تقلق مما يقولون ويفعلون أشياء كثيرة يفعلوها إذا كان فيها الفترة وفي تلك الفترة من بين النشاء طلق إلى دكتور عقيل بأن السادة الإفريق السمعان كان للعراق أجمع من الموصل إلى البصرة إلى الرمادي إلى إدياله خدم في الكثير من المناطق كحقوقي ومنتسب بالجيش أعتقد الضابط أيضا شغل هذا الشيء وكان رفيق الوالد كان ضابط شرطة يعمل ينتقل ضابط جوازات عمل في العمارة وفي البصرة وفي الرمادي وفي كل الأماكن كان يحدثنا عن بعض هذه المواقف في جلسات خاصة من بين الأشياء التي يطيب لي ذكرها أثناء انعقاد مؤتمر عالم الشعر في العام 1911 في النجف كان تزامن مع موعد الخطوبة أو موعد خطوبتي فكانت هناك مشية أولى للعائلة ومشية ثانية للأدباء فترأس الوفد الثقافي والأدبي للمشية الأستاذ ألفريد سمعان مع جمع خير من أدباء العراق بما فيهم أستاذ فاظ الطامر وأدباء آخرين الحقيقة تحدث المرة الأولى في النجف أن يأتي شخص من ديانة أخرى مسيحية ويقوم بخطبة ويتصدر المشهد حتى أن شيخهم أو العم الأكبر لزوجتي قال نحن سعداء وفريحين جدا أن يكون الأستاذ ألفريد سمعان على رئيس هذه الخطوة وحتى من باب النقطة قال لهم العراق الآن موجود من كل المحافظات هناك أديب حاضر فإذا فعل حسيا أي شيء مع الرؤى فممكن الاتصال بأي أديب حاضر وين يروح نجيبه هذا قالها بن ناصر واتحاد الأدباء قبل يومين كانوا يم هذا الرئيس الجمهورية البارحة نغلق النادي الثقافي للاتحاد ما أعرف هذه العلاقة سريالية ديمقراطية ما أعرف أنا المهم لو كان الفريد على شكرا يا أخ أيها الصديق المشاكس للفريد سمعان نفسه الفريد كان مبدئي في كل شيء يعني كان حتى ويانا عنيد نحن المقربين إلى يعني يا ما انتقد على مود لافتة ما يعلقها على شعر فأجي أقول له هذا سيل الانتقادات يا أبو شروخ قال كاظم أنا قيس المبتقف على أساس علاقته بشعبه ما لي علاقة بال خلي زعلون خلي صغطون شتموه شتموه طبعا لا بالمناسبة سقطوا عضوياتهم هسه من يموت وحدهم يقول ليش بتعنعوه ما هذا مناظر شاعر كبير المهم اللي فريد تعلمنا من المبادئ وأن كيف كيف يعني هذا عجازة رباني أنا من انفجعت بوفاته قلت قلت مبروك إلا شلون واحد يتجاوز تسعين سنة بالعراق نظيف يعني ترى مشكلة هذه نقرة سلمان وقصر نهاية وحرس قومي الله أكبر سجن مركزي يعني شلون هذا قيادة ولجنة وانشخاقات بالسجون شلون يطلع من كلها نظيفة ويودع الحياة بعين حالمة بعراق ما أراده اللي فريد كان يريد حياة مدنية على ذكر مظفر الحادثة ذكرها الأستاذ حسين كانت الحكومة كان ضئيتها من مارجان الجواهري وانا وبو شروقتين بدمشق فخابرني مظفر قال أقول لك كاظم اللي فريد رجع على الطريق البري بس اطمئنت لي ندخل الحدود العراقية قال وقلت لي ليش ما رحت بالطائرة قال لي أنا قربت على الثمانين بعد أخافه من الموت طبت للمدرة سلمان شنا شباب قلت يا الله الحمد لله قال أنت شوق ترجع قلت لها أنا عقب واتر قال لعد الأمانة تمر لي تاخذه فأطاه على ذكر أستاذ حسين قال لي هاي ثلاثمائة دولار بس قال لي لي فريد لي صرح بهن الحقيقة أنا خبرت وصلت على الحلة قلت لها أبو شروق قال ها كاظم الأمانة وياك قلت لي قال لي بسرعة تعال طبيت الاتحاد صحي رهوسة مؤتمر صحفي قلت لي أبو شروق قال لي وين الأمانة قلت له هاي ثلاثمائة دولار بس هو بعادة اللي يقول لي صرح به قال لي هو بكيف ها تعالوا بالفرات تعال هاي الحكومة القدرة وشان ينهد بيها قال لي فريد ما كان ما كان قد حلم إلا أنه نعيش ومع الأسف إنه رحل عن الدنيا صحيح نهزد على ثوبة الأبيض لكن هل أكو تياب سود رح نرتديها اللي نرجو من الله إنه ما خلينا نلبس تياب السود بطيلة هيش حكومات تفهة وقيادات مهنية أتفه منها شكرا شكرا للأستاذ كاظم غيلان رغم تحفظ على ما قاله في الجملتين الأخيرة هو قالها كشاعر وكصحفي ومن حق القول بما يشاء في إحدى المرات جاء أديب من إحدى المحافظات العراقية وطلب من الأستاذ الفريد سمعان أربعين كرسي بلاسديك وطاولات وطبلات صغيرة وأشياء عدة وقال له ذني كلفا هل قد مبلغ؟ قال له أوكي تدلل باليوم الثاني قال له تعال باشر الصبح باليوم الثاني إجى هذا العديم لقى بالساحة الكراسي اللي هو طلبهن والطاولات والطبلات وأشياء أخرى فقال له أستاذ أنا ما أريد الذني يعني قلت إحنا نشتري قال له أمواني ما أريد أتعبك أخذ هذني جهازات وكاملات وهي سيارة توصلك لمحافظتك وتدللون كان حريص بهذا الشكل بهذه الدقة في انتخابات الأخيرة اللي جرت بالألفين وثلاثة عشر هذه الانتخابات كان لابد من ذكر حتى يتكون الختام في أثناء الانتخابات وأثناء الاقتراع وأثناء قراءة البيان المالي والبيان الإداري والثقافي وقف أحد الشعراء آنذاك وهو الآن يشغل منصب وكيل وزارة الثقافة وقال على ألفريد سمعان أن يرشح ضمن الكوتة وليس على القائمة الوطنية فما كان من ألفريد سمعان أن يقف ويقول جهارا في الساحة أنا ألفريد سمعان العراقي أرشح على قائمة العراق حينها القاعة تزت بالتصفيق والهتاف والصدراخ ويوم أخذ الأستاذ الإفريد سمعان قرابة 370 صوت ولم يحصل ذلك الشخص إلا على 60 أو 65 صوت فقط فهذا الفارق بين أن يكون الإفريد سمعان العراقي وبين من يريد أن يكون الإفريد سمعان المسيحي الحديث طويل والحزن أكثر شكرا لكل من حضر وساهم وشارك وشكرا لكل من حزن ولو دقيقة واحدة أو ثانية على الإفريد سمعان شكرا لكم